نعرف كل مكان وحلقة جديدة من قط اللبس اكيد المصريين مشاعرهم دلوقتي الكل مش هقول حزين مش هقول كلمة حزين لان رجالتنا مفيش اي تقصير منهم واصعب حاجة اللي انت تدخل حلقة بعد حلم كبير مستنيه ممكن يديع ولكن مش عايزين ندفل رؤوسنا في الرمال ان لعبتنا كانوا رجالة بمعنى الكلمة مفيش حد اقصر امور كتير حنتكلم عنها النهار هارد لك لرجالتنا هارد لك للجهاز الفني هارد لك لكل الجماهير المصرية لعبتنا الرجالة اللي كل واحد بزل نقطة عرق ما اصرش بعد مباريات صعبة جدا جدا اعتقد من وجهة نظري في اول كاس امم افريقية بتلعب اربع مباراة متتالية مية وعشرين دقيقة وده مش مبرر لان على عهدنا وعدنا مع حضراتكو دايما ان لعبتنا لما يعملوا حاجة كويسة بنقول ولما يبقى فيه سلبيات بنقول اللي احنا بنقوله ده مش تبرير اللي احنا بنقوله ده ده مشاعر كل المصريين قلنا لكم دايما برنامج قدت اللبس بيتكلم بصوت الجماهير في كل مكان وبننقل مشاعركو لما حصل تقصير في الاول نقلنا كل مشاعركو بامانة ودلوقتي بننقل مشاعر المصريين اللي في كل مكان كاميراتنا كانت موجودة في كل حت كنا بسيناريو هين لو ربنا كان كاتب اللي احنا نكسب كنا هنفرح كالعادة لان المكسب بيبقى فيه فرحة وبيبقى فيه مبساط وبقى فيه امور كتير جدا حالو وفي الهزيمة او لما تخسر بطولة اكيد بتبقى زعلان وبتبقى حزين ولكن الجميل اللي احنا ما أسرناش وده المهم وده اللي احنا قلنا للعبين هبتدي حلقة النهاردة بكلمة سيادة الرئيس اللي بعد المباراة مباراة شهرة في المسج واضح للعبين والجهاز الفني والكل المصريين علشان كلنا كنا حسين بيهم نروح نشوف كلام سيادة الرئيس المهم جدا 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 في البداية وده رسالة او رسالة من سيادة الرئيس للجماهير المصرية والجهازنا الفني واللعبين واكيد يخص بيها اللعبين والجهاز الفني اكتر اود ان اتوجه بكل التحية والتقدير للعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من اداء عال في بطولة كأس الامم الافريقية لقد قديتم ما عليكم وكسبتم احترام الجميع وكنتم على قدر الثقة وشرفتم بلدكم واننا جميعا على ثقة بانكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود الى المونديال ثقاتنا بكم وبقياداتكم الفنية لم تهتز فما قدمتموه يزبط انكم قادرون على تحقيق الافضل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تصفية كأس العالم هي الخطوة اللي بعد كده اه وانا عايزة اه اتكلم في بعض الامور المهمة بالنسبالي واحنا الجماهير اه ليه سفرت بالاعداد الكبيرة والجماهير ليه كانت موجودة بداية من طيارة ثم ثلاث طيارات ثم عشر طيارات فيما اكتر والكل كان بيتصارع على المساندة والدعم لمنتخبنا الوطن ليه علشان ترجمة نانسي قنقر